يعني تعريفها في البداية وبكل بساطة حالة عميقة من الفقدان الكامل للوعي والمرض في هذه الحالة لا يستطيع الاستجابة لأي مؤثر خارجي أو أي مؤثر تحفيزي قوي أو ببساطة أشد حالة من فقدان الوعي يعني عدم كامل الوعي مع عدم الكلام وعدم الحركة وعدم القدرة على فتح العين ده تعريف الغيبوبة بشكل مبسط وشكل كامل إنما الإغماء هو فقدان كامل للوعي ولكن له شروط أول حاجة يكون مؤقت ويكون عابر ومفاجئ ليس له أي مقدمات وبيكون دايما نتيجة لنقص كمية الدم الواصل لعاية الدموية المخية تمام ده كل يعني الفرق بين الدخل والإغماء والغيبوبة يعني مختصر شديد جدا أن الإغماء دي حالة مؤقتة حالة مؤقتة ويكون عابر ومفاجئ أما الغيبوبة وطبعا تتكلمنا عن الأسباب بتاعته المرة اللي فاتت والأنواع والإغماء المتكرر والإغماء غير المتكرر ووضحنا كل أسباب والأنواع المرة اللي فاتت أما الغيبوبة فهي ما بتبقاش مؤقتة ربما المدة بتبقى طويلة جدا تمام تمام